ناقش اجتماع مشترك عقد الخميس بالهيئة العليا للأدوية والمستلزمات الطبية بالعاصمة عدن برئاسة وكيل وزارة الصحة لقطاع الرعاية الصحية الأولية نائب رئيس مجلس الإدارة الهيئة العليا للأدوية دكتور علي الوليدي الخطة الاستراتيجية للهيئة للأعوام 2023 وحتى 2027 للميلاد وتهدف الخطة إلى تطوير أجليات التسجيل والاستيراد والتصدير والبحوث والإعلام الدوائي والاستغدام الأمثل للموارد المالية وتنميتها وبناء وتجهيز المركز الرئيسي وفروعه كما ناقش الاجتماع الذي ضم عدد من الجهات ذات العلاقة بالوزارات والهيئات والمنظمات الدولية عدد من المحاور ومنها دعم الصناعة المحلية وتحديد المخاطر الصحية المتبطة بالدواء وتعزيز مستوى ضمان توفير الأدوية والمستلزمات الطبية وتسهيل إنسيابها إلى السوق المحلية